اهلا بكم مشاهدينا اجدد لكم التحية ومازال الحوار مستمرا حول قرار محكم السناف القاهرة حول النائب العام عبد المجيد محمود والنائب العام الحالي المستشار طلعت ابراهيم تحدثنا قبل الفاصل حول الالتباس القانوني ومحاولة تفسير نص حكم المحكمة اليوم لكن بالتأكيد المشهد سيكون اكثر التباسا من الناحية السياسية لذلك يسعدنا ان نلتقي ضيفينا الكريمين المستشار حامد جابر عضو المكتب السياسي لحزب الكرامة والقيادي في جابة الانقاذ والمحامي بالنقض اهلا بك سيادة المستشار اهلا بحضورك كما ارحب بالدكتور حيم الجزار القيادي في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين اهلا بك دكتور اهلا بحضورك بداية الفندم يعني التأثيرات السياسية المباشرة لهذا الحكم كيف تراها تعليقك العام اولا بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا شايف انه كسرة الجدل الفقهي حول تفسير حكم سوف يعقد المسألة بشكل كبير جدا لانه المواطن العادي لا تسعفه الذكرة القانونية وايضا تحصيله السياسي على فهم ما جرى سواء بالنسبة لأثار القانونية المترتبة على هذا الحكم او انعكاساته على القرارات التي صدرت من النائب العام الذي قضي اليوم بصحة بعدم صحة عزل النائب العام استنادا لقرون السلطة القضائية الذي لا يجيز عزل النائب العام او القضاء من مناصبهم وفي نفس الوقت يزيد من حالة الالتباس في كيفية الخروج من هذا المأزغ القانوني وكيفية تنفيذ الحكم لتسهيل الامر علينا ان نترك للقضاء ان يمضي قدما في التصدي لهذه المشكلة وانا شايف انها مشكلة ليست بعويصة ولا اي شيء على اطلاق احنا امام درجة من التقاضي قانون السلطة القضائية عمل محكمة او دائرة مختصة خاصة بتعون رجال القضاء امام محكمة الاستئناف ثم اعطى لمحكمة النقد ان تراقب هذه المحكمة المختصة بنظر تعون القضاء لترى ما اذا كان هذا الحكم الذي صدر لمحكمة الاستئناف خالف القانون او اخطأ في تطبيقه او خالف الثابت بالاوراق السير وراء الجدل الفقهي القانوني سوف يزيد من المشهد كآبة وتعقيدا لانه الاراء الفقهية ليست ملزمة امام المحاكم وإلا كان المتقاضين ذاهبوا الى اساسة القانون حتى يترافع عنهم باعتبار نراء الفقهية ملزمة للمحكمة لكن الملزم الوحيد للمحكمة هو نص القانون ومراقبة المحكمة الاعلى منها في ان ترى ما اذا كان هذا الحكم قد اخطأ فيه تطبيق القانون او خلفه من عدمه لذلك فلنطلق الامر الى محكمة النقد اللي تقول كلمتها في امرين رقم واحد ان تصدر قرارا في شقة مستعجل بوقف تنفيذ هذا الحكم اذا كانت ترى فيه انه قد اخطأ فيه تطبيق القانون او فصره خطأ نعم نعم وصلت وجهة نظر هنا اتكلم عن التأثير السياسي لكن الدكتور حلمة سأزالك نفس السؤال اولا تعليقك على هذا الحكم خاصة ان في بيان صدر من حزب الحرارة العدالة تحدث بفقه القانون وليس بوجهة النظر السياسية فقط هذا صحيح اشكرك على استضافة والستمشار بسم الله الرحمن الرحيم القضية لن نطف في تفاصيلها للفقهية القانونية ولكن بس اشير الى نقطة ان سبق لمحكمة الاسباكية ان اقرت بصحة تعيين المستشار هذا تحدثنا فيه مع الاسباكسين بالفعل لكن ايضا كان فيه التباس بينهم كان فيه خلاف بين القانونيين الذين كانوا معهم ولذلك ندى بالقضية برمتها وباطرافها ومتعلقتها الى الجهة الاختصاص وهذا اسلم واحكم لوطن فيه التباس قانوني وسياسي واقتصادي ونتفرغ نحن وهنا السياسة انصح التعبير الى الاثار السياسية لهذا الامر لكن انا شايف ان مهما قلنا من هالقانونية فلا يستطيع احد ان يجزم جزما نهائيا ولا مؤسسة بالمؤسسات بدءا من مؤسسة الرئاسة مرام بمجلس بالحكومة مرام باقي قضاء الدولة الامر لا زال معلقا حتى لكن دكتور يعني ياربام هذا رأي فرد لدكتور حيم الجزار لان حزب الحريوية العدلة اصدر بيان تحدث فيه بفقه القانون وليس بفقه السياسي قال ان الاعلان الدستوري حصن قرارات السيد الرئيس وايضا الدستور لا يستطيع الرئيس مرسي الان ان يقيل النائب العام بحكم مواد الدستور كل هذا مفهوم يعني اذا بيان الحريوية العدلة تحدث بوجهة نظر القانونية وليس السياسي لكن في حق مصدر ولا هما مصدر شيء اه في حق مصدر حضر حكم ما قالوا يروح فين ومين ومن يقرر بيه على طول يبل محكمة الاعلى يعني وده كلام محد مختلف لا يختلف عليه اثنان سواء كانوا من هذه القانون أو منها للسياسة ان الحكم يصارع يعني صح التعبير يعني يصارعوا بالحكم والفقه يصارعوا بالفقه طيب نتكلم على الصعيد السياسي فيه ناس تناولون من الصعيد السياسي يعني القيادي في المعارضة عبد العز الحريري بيقول انه صفعة للرئيس ونطالبه بالتنفيذ فورا لهذا الحكم يعني هناك من تحدث بهذه الصيغة وقال ان ده حتى المستشار الخضيري اهوت يعني معايا الورقة بالزبط قال انه طالب الخضيري النائب العام طلعت ابراهيم بالرحيل عن المنصف فورا احترام للحكم القضاء واصفا قرار تعييني بانه كان خاطئا من البداية وطالب الرئيس مرسي بان يقوم فورا باقارة حكومة هشام قنديلو ان يعاني رؤوس حكومة جديد وقال ان ده عودة بنصاب الامور الى اصلها انه يقال النائب العام الحالي ويعود عبد المجيد الحمود ولو يوما واحد طيب ده لازال امر قانوني اه لانه المستشار الخضيري رجل القانون وتحدث بوجه نظره القانوني لكن هدراك تسأل عن الانعكاسات السياسية لهذا الامر خلنا واضحين جدا كان هناك طرفان سياسيان كل يعني يبرهن على صحة موقفة ده بقى الكلام السياسي الرأي السياسي الذي يقول كان يجب ان يرحل النائب السابق اللي اصبح الان في يده حكم لانه كان جزءا من النظام السابق بمجتملاته من عينه هو الرئيس حسن مبارك الرئيس السابق حسن مبارك وكذلك القضايا التي نظرها كل القضايا تقريبا حينما ثبت النقط ونقضت الناس بيقولوه اذا ما كانش متخدم عليها من ناحية القانوني انا مش رجل القانون انا بس بنق انعكاس سياسي لهذا الامر وبالتالي هناك فريق سياسي يقول لابد ان يرحل هذا الرجل خلاص والناس يقولك لا اذا رحل حتى لابد ان يرحل بشكل ايه بشكل دستوري قانوني نعم وعلى فكرة اللي كان عايزينه يرحل بشكل دستوري قانوني عايزينه يرحل برضه قال حضرة يعني ما كانش فيه حد متمسك ببقائه الخلاف كله على كيفية ان يترك منصبه كان فيه فريق الف يقولك يترك منصبه حتى ولو بلان دستوري واخد كان يقولك لا يترك منصبه بس مع احترام الخلفية القانونية او الارث القانوني الخضائي المصري اذا الاثنين مجمعين على حاجة ودي شيء مهم اولا لازم ان نلتفت اليه الاثناني مجمعاني على انه رمز من رمز النظام السابق اين كان هو شكله رمزه ايه قضائي ولا سياسة اللي كان هو رمزه من رزوم النظام السابق ايه بقى لابد ان يرحل هنا فقط نقطة غاية في الاهمية السياسية ولاسة يعني قانونية بالمفهوم الفقه هو من مصدر السلطات في اي بلد الشعب الامة مصدر السلطات صح؟ والاحكام تصدر في المحكمة باسم الشعب ورئيس مجلس الشعبي افتادها الجلس يقول بسم الله وباسم الشعب يعني مع ان انا علي اتحفظ شكلي على الاكادي لكن ماشي يعني بيبدأ باسم الشعب ماشي والرئيس يقسم قسمه حتى يكون رئيس ده سراء السلطة التنفيذية امام نواب مجلس الشعب يبقى الشعب ماذا يقول ده نقطة مهمة يبقى نستحضر رأي الشعب في هذه القضية مدام هنتكلم سياسة مش هنتكلم مع القناة فقط هتجب تقول انها كالسياسي الشعب منذ ان قامت الثورة كان يعلق في مدان التحرير كلاما واضحا ان النائب لابد ان يرى نائب العام اقصد لابد ان يرحل ده كان رأي الشعب الشعب اكد هذا مرارا كذا مرة ثم اكده تأكيدا لا لبس فيه بالاستفتاء عليه في الدستور الذي بين ايدينا الان اذا رأي الشعب وجهة نظر السياسية يجب كل السلطات ويجب ان تعضع كل سلطات لرأي الشعب كيف ومتى ومن ده قضية بفقية طيب خلونا نسمع رأي استاذ طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية استاذ طارق اهلا بك معنا اهلا بسهلا يعني انعكسات حكم المحكمة اليوم محكمة الاستئناف بشأن النائب العام الجديد والنائب العام السابق يعني كيف تعلقون او كيف ترون هذا الحكم بسم الله الرحمن الرحيم يعني في اعتقادي ان حكم المحكمة اليوم ازدل السطار على الازمة الحالية فيما تعلق بالنائب العام واعاد الحق الى اصحابه وعلى يعني السلطة القضائية في الحق انها تعين النائب العام وان يقدر او ان يكون وجود النائب العام هو لحماية الشعب بالكامل وان يكون بدوره في تحريك التعاوى التي تصب فيه صالح الشأن العام بعيدا عن انحيازه الى طيار بعينه او ما حدث على يد النائب العام الذي عين من محمد ورس طوال استاذ طارق يعني قبل ان اتحدث في تعيين النائب العام الجديد هل انتم كنتم مع استمرار النائب العام عبد المجيد محمود السابق هل انتم مع عوداته الآن في ظل ما ذكره الدكتور حم الجزار انه كان مطلبا ثوريا ان يرحل النائب العام الذي عينه الرئيس السابق حسن مبارك يعني بالتأكيد الجميع يعلم ان احنا اعتصامنا في اعتصام القصر العيني عندما تركنا جماعة الاخوان المسلمين وذهبوا الى الانتخابات ونحن كنا معتصمين من اجل قادة النائب العام عبد المجيد محمود ثم تحدث الاخوان عندما عينوا النائب العام الجديد قالوا انه كان مطلب ثوري لكن هناك عملية اتفاف من اجل ان يأتي نائب عام يحرك دعاوة للتنكيل بالنشطاء السياسيين والمعارضين وهذا ما تأكد مؤخرا عن طريق استدعاءات ارجو ان تتحدث عن المشهد الحالي ان تعيين النائب العام الجديد كان قبل كل هذه الاحداث يعني موضوع تحويل النشطاء نعم بتأكيد لكن تعيين النائب العام كان الغرض منه هو ان يعني يكون هناك تأكيد لدى جماعة الاخوان المسلمين ان النائب العام منحاز لها وانه يستطيع ان ينفذ ما يمكن اذا تطلب الامر ما يمكن ان يصبح في صالح النظام وهذا ما حدث فعليا احنا بالتأكيد موقفنا من عبد المجيد محمود لا يختلف عن النائب العام الجديد المسألة بالنسبة لنا واحدة وبالتالي نحن نطالب بقال لا يعود عبد المجيد محمود لمنصبه وان يتم اقالة النائب العام الحالي وانه تعيين السلطة القضائية لكن رأي الشعب اذا كان الشعب هو مصدر السلطات كما قال الدكتور حيم الجزار فيستحيل هذا لان الدستور يمنع تدخل رئيس الجمهورية في اقالة النائب العام الجديد نعم نعم لكن النائب العام هو مقالب الفعل تبقى له مع حكم المحكمة وبالتالي يعني في اعتقادي انه الامور تعود الى السلطة القضائية ولا المجلس الأعلى للقضاء اللي بشأنه يستطيع ان يعين نائب عام جديد وفق الاعلام الدستوري ووفق الدستور الاخير وبالتالي يمكن للسلطة القضائية ان تختار من بينها من يصلح لادارة العمر في الوقت الحالي شكرا جزيلا لك طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية وعودة الى ضيفية في الستوديو لو في تعليق الأول على مقاله طارق الخولي وسادة المسشار يعني جبهة الانقاذ رحبت بهذا الحكم وايضا هناك من قال انه يعتبر عودة الحق الى نصابه يعني هم يوافقون على عودة عبد المجيد محمود لان حكم الاحكام يفيد بذلك لا انا بس دعني عرضة تؤدي الى هذه البلبلة الموجودة يعني الدكتور حلمي تفضل ان فيه حكم طالع من محكمة الجنح يتحدث عن مشروعية تعيين النائب العام الحالي وفيه حكمه ايضا خرج من محكمة جنح مصر جديدة قضى بعدم قبول الدعوة الجنائية لانه محالة من غير مختص لانه نائب العام لم تتوهر فيه الشروط الصحيحة الواجبة وفقا للقانون اللي خلفها الدكتور محمد مرسي في تعيينه ولذلك حتى في هذه الحالة عندنا في القانون يعني ده بيسموه تزيد في اسباب الحكم يمكن الحكم يبقى صحيح من غير هذه الاسباب المتزيدة لانها ملهاش ملهاش صلة اساسية بالدعوة المنظورة القاضي بالمفهوم البلدي اتفزلك فحب يتوسع في الموضوع فحط تزيد بمجموعة اسباب ليس لها علاقة يعني الحكم دون هذه الاسباب يستقيم يكون صحيح ولذلك حتى عشان كده المحكمة الدستورية قالت لو في حكمين متعارضين بعضهم الفصل في ايهما وفي صحة هذا الحكم من عدمه وايه الحكم الوجب التنفيذ يعود الى المحكمة الدستورية تأثر تأثر هذا كله المشهد السياسي كيف تأثر بهذا الالتباس عشان ما ندخلش في نحن القانونية تاني لا لأنه ما نقول الجزء من الكالكعة اللي حصل أنه كثير من الأساتزيتي وتلامزيتي يتحدثون كثيرا عن الجوانب الفقهية دون النظر إلى المدرسة الأصيلة في القانون وهي مدرسة الشرح على المتون لذلك يتوه المشاهد والمستمع في نفس الوقت ولا يصل به إلى نتيجة محددة أنا زي ما تكلمنا في الأول ندع المحكمة النقل تقول ما تقول في هذا الأمر لكن حينما يتحدث عن السياسة جابة الإنقاذ وأي حد يتحط في خانة المعارضة النهاردة لا يتحدث عن الحكم أنه رد المظالم إلى أهلها بقدر أنه يؤكد حقيقة وحدة وهي نحن في بداية إنشاء دولة حديثة قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات ولا يتعين لأي سلطة منها أن تتغول على حقوق السلطة الأخرى بمعنى أنه لا يجوز السلطة التنفيذية أن تتدخل في أعمال السلطة التشريعية والعكس صحيح وهكذا في باقي السلطات ولذلك حينما صدر هذا الحكم هو لم يأتي بجديد لأنه نحن نسميه في القانون برضو ده حكم كاشف ليعوار بني على أساسه أشياء كثيرة جدا خاطئة بصرف النظر برضو عجاب القانوني لكن حينما قلنا هذا من فترة طويلة جاءت المحكمة النهاردة وقالت أنه تعيين نائب العام السابق غير صحيح وعزل عدم يجيب محمود صحيح لا نتحدث هنا عن الانحياز لشخص لكن نتحدث عن فكرة استقلال كامل مؤسسات الدولة عن بعضها وعدم تغول سلطة على أخرى ولذلك لأننا في الدولة الحديثة التي نحية فيها الآن نريد أن نحترم القانون نريد أن نسبت مبدأ الفصل بين السلطات بشكل حقيقي حتى لا تجور عمل سلطة على سلطة أخرى وبالتالي الأبدى في هذا الأمر أننا كنت من ساعة ممسكة التشريع في مجل الشعب قبل أن يصدر قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانونه كنت عملت قانون السلطة القضائية مش أعمل حاجة غير أننا هشير وزير العدل وحط المجلس أعلى القضاء هنا يبقى أنت عندك سلطة قضائية مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية للمسينا وزير العدل الذي لا يستطيع أن يتدخل فيه عملها ولذلك ما صدر من جابة الإنقاذ النهار أو أي حد حابب من مصر يعني تزداهر وتقدم الأمام تقول أنه ده إعلاء لمبدأ الفص بين السلطات وليس أكثر وأقل دكتور حلمي يعني يبدو أن هذا الحكم سيعدنا لمرحلة سابقا ومرحلة مرحلة الإعلان الدستوري وما كان من تبعاته بعد ذلك كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة وعدم تكرارها مرة أخرى أنا خير في جاوب بندخل برضو في كلام في القانون لكن لازم أدخل بسرعة 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 لأننا حسب ما أدرك أنه حينما يغيب الدستور حينما ليوجد الدستور تحل محله موقعا الإعلانات الدستورية ده فهم ببساطة يعني كده إعلانات الدستورية تصدر من جهة الحكم القائمة كانت مجلس أكثر فيهم الأيام ثم جاء الدكتور مرسي فعدل أو ألغى جزءا من الإعلان الدستورية اللي عمله الإعلان الدستورية وأضاف إعلان الدستورية آخر ثم عاد عنه إلا أن أبقى أموره ونافذة فهل يعترى المحكمة نظرت إلى الموضوع من حيث إنه قرار إداري ولا نظرت إنه إعلان الدستوري أنا لا أتصور وهستم السّathers أن المحكمة تنظر إليه الكونية إعلانة دستورية لأن الإعلان المدستوري هو فوق القوانين لأنه نظرت لأنه قرار إداري فعلا إذا نظرت لأنه قرار إداري فهيناd إعلان الدستوري هنرجع فعلا ولذلك أنا بحب اقول له هتاك انا شاسته الفعل ان هناك فعلا فعلا عند رأيي البعض هناك اعلان دستوري يرقى الى مستوى الدستوري حالة غيابة مكانش مكانش في دستور وقتها وبالتالي سوال بقى السياسي اللي هيخدم على سوال حضرتك هو احنا ليه دايما مغرمين وللأسف ان احنا نتعطل اكيد اكيد هحصل تعطيل يعني ده تعطيل في الفترة الانتقالية زي مساء المشار قال عايزين الدولة الحديثة دات السلطات المستقلة التي التي تتغول فيها سلطة على سلطة طب اللي بيحصل دلوقتي السلطة القضية بتحاول ترسي قواعد اللي تتغول السلطة التنفيذية عليه وسلطة التنفيذية التي كانت سلطة حكم وقت اعلان الاعلان الدستوري بتقول لك طب ازاي تنظر فيها في الموضوع وبالتالي نرجع نقول طيب فيه تعطيل عايزين نتجاوز هذا التعطيل ويلايتها محكمة من المحاكم تقوم اي لك كلمتين انا طبعا ده امنيات تقول يعين النائب العام بالشكل للآتي وتستندوا الى اشاي ايه هو انا انا معرفوش بس يبقى فعلا ارسينا كما نص الدستور ان المجلس القضاء الاعلى بيختار النائب العام ثم يصدر بيه قراره من رئيس الجمهورية الفكرة معنا خبر عاجل بمناسبة ذكرك للمجلس القضاء الاعلى والخبر عاجل جيه على ذكرك للموضوع قال المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الاعلى ان المجلس لم يطلع حتى الان على منطوق الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئنار وسيقوم يوم الاحد المقبل لعقد اجتماع طارق للاطلاع على منطوق الحكم وانه سيتم اتخاذ ما يستلزم من اجراءات حياله بعد دراسته دراسة مستفيدة وهناك مصدر قضاء يأكد بمجلس القضاء الاعلى اكد فضل عدم ذكر اسمه ان حكم دائرة رجال القضاء واجب النفاذ ما لم يطعن عليه من قبل الخصوم في الدعوة وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس القضاء الاعلى بصفته مضيفا بان المجلس ملزم بتنفيذ احكام القضاء ما دامت نهائية وبت وبالتالي انا منحاز للمجلس القضاء الاعلى طبعا 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 ولابد ان يعني وانا رجل اعمل في السياسة احترم جدا لمجلس القضاء الاعلى كهيئة كسلطة وبالتالي انا انا مصرور من هذا البيان انه قال سوف ندرس لانه اصل النائب العام وضوف بحكم منصب وضوف في المجلس القضاء الاعلى ويوم الاحد القادم اوه فاذا شيء مهم جدا ان تتصدى مش بقى محكمة هنا بقى ان تتصدى الصوت القضائية في اعلى مستوى لها وهو المجلس القضاء الاعلى ويقول كلمة ده شيء رائع واكيد وهو يبصر كده هيبص للاحكام المتعرضة التي صدرت وهيبصر وينظر للقوانين التي تتحكم وينظر للدستور وينظر وينظر اشياء يعني كثيرة جدا وارجو ان يوافق الله سبحانه وتعالى اعضاء المجلس اعلى ان يخرجونا نحن فلا نتعطل ده الجزء اللي يهمني جدا اللي تتعطل مسيرة الديمقراطية بمثل هذا الحكم سيادة المستوى موضوع مجلس القضاء الاعلى هناك تساؤلات عليه منذ تعيين النائب العام الحالي انه كان موقفه غامض ان سيادة الرئيس عين النائب العام الجديد المستوى 3 عبدالله وكان المفروض طبقا ان القانون السلطة القضائية اللي هو كان قبل الدستور انه يترشح سبعة ويختار مجلس القضاء الاعلى واحد وبعدين يأشر على ذلك رئيس الجمهوري كان فيه مجلس القضاء الاعلى من وقتها تفسير هذه الحالة وتدعياتها حتى الان يعني احنا برضو في ضوء البحث عن قواعد ودعائم الدولة الحديثة لا نتحدث عن آليات قديمة تمارس بها ما نريده يعني المجلس القضائية ده هيئة قضائية يعني تمثل مجموع المشتغلين بالحكل القضائي تعبر عن حاجاتهم بتنظم العمل في ادرات مختلفة فيها لكن في النهاية هي اذا لم تكن خصما يعني في الدعوة لا تستطيع ان تطعن على هذا الحكم يعني اذا كان الدعوة التي صدرت من محكمة الاستئناف المجلس القضاء مش مختصم فيها لن يستطيع الطعن اللي يطعن وزير العدل بصفته والنائب العام اذا كان خصما في هذا الأمر لكن انا عايز اقول لحضرتك برضو انه ده يدي لك امل في ايه انه عشان تخرج من الازمة بداية الحلول قدامك تحلها بجرة ألم ومطرفة عين اولا هذا الحكم واجب النفاذ حتى لو عملت اشكال قدام القضاء العادي فيه خلاص حلوا ببساطة الرجل الذي اعتبر ان قرار عزه ده فيه اهانة شخصية ينفذ الحكم ويعود وهو بكرامة منه وتشفع له ايضا انه قد مستقلته اقول انا حلا لهذه هو قلنا يعني هو ذكر ذكر مشاريع مجيد محمود انه ما يهموش انه هو يرجع لكن يهمو انه انا رأي انه دي مش مشكلة انه يرجع او مرجعش المشكلة ان انا اسبت مبدأ يعني اه وانا يعني احنا هنرجع للقانون تاني الدستور يمنع مش هكلم هو الدستور والاعلان الدستور يمنع انه هنرجع تاني بص حدرك لن اتحدث في القانون وانا هطرق الدكتور الحميد يقول للقانونين اللي عنده ارجعوا لمبحث الفرق بين الباطل والمعدوم في الفقه القانوني المصري طبعا عشان نخرج من الدارة دي السادة المسشار معلش انا حسن حسن هم نتكلم قانون برضا اخرج منها هو انا سألك سؤال تاني انا اخرجك منها بسؤال وسؤال في مكانه اتمنى يكون في مكانه سادة المسشار من الواضح ان حتى التحليل الفقهي او التفسير الفقهي لاي حكم محكمة او حتى لاي حدث في الشارع يأتي طبقا للأيدولوجيات والحزبية والمرجعية المرجعية السياسية يعني بمعنى ان الحكم ده ايد رجوع عبد المجيد محمود قالت النائب العام الحالي وانه يقال من منصبه او اي مقال من المقالات ده ترحب بالمعارضة جدا لان هذا يضع الرئاسة في مطاب العكس العكس تماما يحدث انا احطك الناحية التانية الناحية التانية هتلاقي المعارضة حزب الحرية والعدل والمولاة اذا صح التعبير تقول لا الحكم ده بصراحة بيعارض اه بالزبط كده انا عايز اقول احراك حيبدو انك لم تستمع لما قلته قلت ان جابة الانقاذ لا تتحدث عن حكم لانه بينتصر وجهة نظرها هي بتنتصر لوجهة نظر اقامة دولة المؤسسات الحديثة اللي فيها مبدأ الفصل بين السلطات راسخ واجب تدعيمه يعني مش احنا عبد مجيد محمود واعلم الدكتور حلمي انه تسببه في حبس الكسيرين مننا يعني اكثر من 16-17 مرة حمدين صباحي حبس بتاعت ايد ابن جيد محمود والدكتور حلمي وكاميرا بوعيطة وانا وغيره دي مش القضية القضية جماعة مبدأ مبدأ احنا عايزين نرسخ مبدأ الفصل بين السلطات ولما يطلع عايز اقولك المشكلة فين حقيقة الامر المشكلة في الدائرة القانونية التي تحيط بالرئيس الجمهورية محمد مرسي هي التي ورطته سواء بعلم او بعدم علم بدراية وعدم دراية في كل اللخبطة القانونية التي نحن فيها الدكتور حلم انا الحقيقة اقول ان احنا متفين في حاجة سيد مشار وانا متفين في حاجة ومختلفين في حاجة تانية احنا متفين اكيد اكيد في ارساء قواعد الدولة الديموقراطية الحديثة ومعا متفين ايضا في ان المشار مجد عبد محمود ما كان يجب ان يستمر لانه رمز من رموز الماضي ونحن لا نرحب بوجوده مرة اخرى ده ارجو ان اصلاحي لا انا متفقد لكن الخلاف بقى هنا هل الدستور الذي استفتي عليه ده كلام سياسي نافذ المفعول على منصب النائب العام ولا غير 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 نافذ المفعول رأي الشعب لانا قلته في البداية رأي الشعب اللي هو مصدر السلطات وقال ده بقى الاستفتاء وفي مادة موجودة ان كل دستورية تسقط وتنتهي ويبقى ما بني عليها او صحيحا ونافذا ما ترتب عليها من اثار ده نص مادة استفتع 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 الشعب عليه طيب ده اين نذهب بها ده رأي الشعب اللي هو الامة مصدر السلطات وكما نعلي قيمة الدولة الحديثة لابد ان نعلي ايضا رأي الشعب وهذا رأي الشعب فده القضايا اللي يمكن المختلفين اهلا شوية بس فبير ما انا عسان كده قلت لحضراتك خلي اسزة القانون ايوه في الحزب عندكم وفي الجماعة يقروا المبحث الخاص بالفرق بين الباطل والمعدوم واصار المعدوم والباطل مش عندنا مع الدكتور العلامة عبدالرز السنهوري وعبدالحاء حيح جازي ومنصور مصفة منصور وكل هؤلاء اسزة القانون المدني عشان يعرفوا المعدوم لا يولد اي اثر والمعدوم بيتمثل في ايه انه الاعلان الدستوري اللي صدر في 30 مارس لا يعطي للدكتور محمد مرسي الحق في اصدار اعلانات دستورية جديدة لذلك المحكمة اي محكمة هتعرض وهنا بقى المعدوم لا يحصن يعني انا حصل فيه استفتاء على الدستور الجديد وفي المادة الحضر بتفضل عليها لكن طالما فيه حاجة ولدت من العدم هذا الاستفتاء لا يحصنها من العيب هذا هو مبنى الخلاف مفهوم ما قلتك دي الخلاف اللي بنا لكن هذا الامر انا بارجو يعني مخلصا مخلصا انه كلما باقت دائرة الفتوى القانونية حول اسياد الرئيس ويرى يعني يعني انا رأي انه كل من حوله من القانونيين فاشلوا بشكل حقيقي في اعطاء النصح القانوني لهم عايزك ترد دكتور على هذه النقطة وانا تحصل غيرهم دي ثاني مرة يتحدث اسياد المستشار وهناك كثير يتحدث في ذلك طيب انا صراحي جدا وارجو ان تتحمل انت صراحتي بش بش ان مصر حصل في هذا جريف سياسي يعني كامل في الفترة الماضية فأي رئيس كان سيأتي كان سيأتي بحث عن معاونين له اما سياسيين او قانونيين فكنت اخشى ولا زلت اخشى ان اي رئيس كان ممكن يعني يمر بذات الموقف فمشي عايزين نحمل الدكتور مرسي يعني تبعت هذا الامر لان اي رئيس كان سيأتي كان لابد يغير الطاقم الموجود في رئيسة جمهورية ويأتي بطاقم اخر هذا الطاقم بقى كان هل كان هيبقى قوي بالقدر الكافي نصف قوي ضعيف يعني في بعض قراراته كان ممكن يحصل مع اي رئيس معلش اي سألك سؤال بسيط قوي او جدا ولماذا ابقيتم على بعض الوزراء من عهد السابق وعينتم بعضا منهم في مجلس الشورى اذا انت عايز يعني انتهى امرهم وراحوا عن الوزارة الخامسة اللي كنت انا مزميهم الخامسة اصحاب الكحكة يعني الناس سقطين كنا بحطرهم كحكة حمر كده حواليا حواليا النمر بتاعت ودول طلع مع اول تعديل الوزارة ان كان في شكوة منهم سياسية وواقعية المجلس الشورى لم يدخل اليه الا اثنان او ثلاثة من نظام السابق ورشحتهم احزابهم وهم تركوا الحزب الوطني وراحوا احزاب دانيا فلان وفلان راح الحزب وايضا يعني جابت انقاذ فيها ايضا من شرق ليه بانه كان من النظام السابق يعني وهو تنمات متبدلة ده ايه ده على مصر اه اللي رشح الناس دول مش الدكتور مرسي ده رشحاتهم احزابهم الجديدة التي انتموا اليه فاصبحوا اعضاء بدل الامر لا ده سلصات طيب دكتور حلم خلينا نتكلم في السيناريوهات المتوقعة سياسيا هل من الممكن ان الازمة تشتدي تاني في الشارع انه يحصل مع حدث بعد الاعلان الدستوري المسارعة الدمحمود يبدو يبدو انه يعني قرأ الماضي قانونيا ويقرأ المستقبل سياسيا هو قال انا الان هذا الحكم عاد اليه كرامة جميل جدا وانا لا يهمني ان اعود نائبا عاما ده شيء جميل لانه لا يمكن التعاون خلينا نصر اصراحاء لا يمكن التعاون معه في ظل هذا المناخ السياسي وبالتالي ارى ان هذا القانون يكفي ويعلنه يعني اعلان مباشرة طيب بقي الوليه الاخر اه شرر لطالة عبدالله الشرق الثاني ده برضو مبحث قانوني وارجو ان اهل القانوني يكونوا برضو وهم متجردون وانا اعتز بهم جدا يتجردوا في البحث في هذه القضية هل تعيين المسارة طالعة صحيح من الناحية القانونية والدستورية والقانونية ام نعوده بالمرأ بالقرة صح التعبير يعني في ملعب المجلس طيب اذا كان النائب عبد المجد النحمود سيقوم بهذا الموقف اعتقد ان الناس ستثمن هذا الموقف ان هو يقولي ان انا عدت ليه كرامات لكن انا مش محتاج المنصب اليس ايضا يعني موقف بموقف وردا برد او تثمين بتثمين ان النائب العام الجديد المسارة ثلاث عبدالله ايضا يقوم بموقف موازي بانه يقدم استقالته بنفسه وحل المشكلة زي ما طلبت المعرضة رصال السلام يجي صلي فكان بينادي على بلال بن رباح وقوله اريحنا بها بلال اه فانا بطلب اريحنا بها طلعة عبدالله وخلصنا من الازمات المتولية لانه كل القرات التي سوف تصدر بالنائب العام من تاريخ هذا الحكم معدومة وباطلة ولا اصر له شكرا جزيلا لضيفاء الكريمين المستشار حامد جبرى المحامد بنقض وعضو المكتب السياسي لحزب الكرام والقديف في جبهة الانقاذ والدكتور حيم الجزر القديف في حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخرين المسلمين شكرا جزيلا لكم كما اشكركم مشاهدين اعزاء وتستمر فقرات صهرة الليلة بقيت لنا فقرة بعد موجز الاخبار فابقوا معنا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة